اشتركوا في القناة اذكر أربعة من مهام الوزير الأول الوضعية الثالث حد طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكم كيف هي العلاقة بين الحاكم والمحكم الوضعية في إطار الاحتفال بعيد الوطني للاستقلال طالب منك الأستر كتابة فقرة عن مقومات الدولة الجزائرية السند الأول رمز القطر الوطني متحف المجاهد مسجد كتشاوة اعتمادا على معارفك القبلية والسندات المقدمة اكتب فقرة توضح فيها مقومات الدولة الجزائرية طيب النموذج الثاني أعرف المصطلحات الآتية القضاء ورئيس الجمهورية مدة العهد الرئاسية هي خمس سنوات حدد الشروط الواجب توفرها في المترشح حتى يكون رئيسا للجمهورية يتشكل البرلمان من غرفتين ما هما هاتين الغرفتين مع تعريف بسيط لهم الوضعية تعتبر الدولة كيان سياسي واجتماعي وإطار جغرافي ذو حدود معلومة طلب منك صديقك شرح هذه العبارة سند الأول للدولة الجزائرية أركان ثابتة لا تزول بل مستمرة عبر التاريخ رغم غزوات الأجانب التي قوبلت بمقاومات عديدة سند الثاني للدولة الجزائرية مظاهر سيادة تميزها عن باقي دول العالم حيث تعبر عن هويتها وتجعلها مستقلة في سياستها الداخلية والخارجية تعليم اعتمادا على مواردك السابقة والسنادات المقدمة اكتب فقرة تتحدث فيها عن أركان ومظاهر سيادة الدولة الجزائرية طيب نموذج الموالي بعد ندير الحل مباشرة تجمع النماذج نموذج الموالي اشرح المصطلحات الآتية المجلس الشعبي البلدي المجلس الشعبي الولائي ما هي الشروط التي يجب توفرها في المترشح لعضوية المجلس الشعبي البلدي او الولائي اجب بصحيح او خطأ المجلس الشعبي الولائي يقتارح على رئيس الجمهورية مشاريع وطنية المجلس الشعبي البلدي يقوم بالتشريع ومناقشة برنامج الحكومة المجلس الشعبي الوطني يقوم بالتشريع ومناقشة برنامج الحكومة مجلس الأمة يمثل الغرفة الثانية من البرلمان وكل أعضائه منتخبون الوضعية قرأت في كتاب التربية المدنية العبارة الآتية تتكون المجالس المنتخبة من ممثلي الشعب الذين يتم اختيارهم بوسطة الانتخابات فطلب منك صديقك شرح هذه العبارة السند الأول تنتخب المجالس المحلية المجالس الشعبية البلدية والولائية على مستوى البلدية والولايات سند الثاني تعمل المجالس المنتخبة محليا على تحقيق التنمية على مستواها وخدمة السكان التعليم اعتمدا على مواردك السابقة والسندات المقترحة اشرح لصديقك العبارة أعلى مبينا دورك بكل من المجلس الشعبي البلدي والولائي طيب المجلس أو نموذج الموالي عرف المصطلحات الآتية الممارسة الفعلية للحقوق الهوية الوطنية سؤال ثاني ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في المترشح لعضوية المجلس الشعبي الوطني؟ سؤالي بعده أجب بصحيح أو خطأ الممارسة الفعلية للحقوق تعني دادية الواجبات مجلس الأمة منتخب لمدة غير محدودة السلطة التنفيذية تقوم بالتشريع ومناقشة برنامج الحكومة السلطة القضائية مستقلة وتصدر أحكامها دون ضغوط أو تدخل المجلس الشعبي الوطني منتخب من سكان كافة الوطن الوضعية قرأت العبارة الآتية كل شعب يمارس حقوقه فعليا حسب ما ينص عليه الدستور والشعب الجزائري له حقوق يضمنها له الدستور فطلب منك صديقك شرح هذه العبارة سند الأول كل المواطنين سواسية أمام القانون ولا يمكن أن يتذرع بأي تميز يعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأو أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي سند الثاني تستهدف المؤسسة ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنين في الحقوق الواجبات بإزارة العقابات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان وتحاول دون مشاركة الجميع وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافي اعتمادا على مواردك السابقة والسندات المقدمة اشرح العبارة التي قرأتها لصديقك طيب قبل أن نمر للحل ممكن التنميذ يوقف الفيديو أو يرجع ويعود يشوف الأسئلة يرجع الفيديو ويكتب الإجابات بعد ذلك يطالع على الإجابة طيب احنا نمر للإجابات مباشرة نمر للإجابات مباشرة النموذج الأول السلطة التنفيذية يقصد بها كافة الصلاحيات والمهام التي ينص عليها الدستور يتولاها رئيس الجمهورية والوزير الأول حيث ينفذون سياسة الدولة لصالح الشعب سلطة القضائية هي كافة القرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم المختلفة سواء المحاكم الابتدائية والمجالس القضائية والمحكمة العليا من أجل ضبط النظام وفرض سلطة الدولة الوضعية الثانية أربعة من مهام الوزير الأول يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات يرأس اجتماعات الحكومة يضبط برنامج حكومته ويتابع تنفيذه الوضعية الثالث طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكم تتمثل فيما يلي الحاكم منتخب من طرف الشعب وبالتالي فعلى الحاكم أن يسر على تحقيق تنمية شاملة لصالح المحكوم الذي لو لاه لما وصل إلى الحكم وما تولى منصب الحكم أو منصب الحاكم المحكوم هو الشعب بما أنه انتخب الحاكم عليه أن يمنحه السلطات والصلاحيات التي خولها له الدستور وعليه أن يحترم قوانين الجمهورية ودستورها باعتباره مواطنا يشكل عنصرا فعالا في الدولة وبالتالي فالعلاقة ضرورية ومتكاملة من أجل المصلحة العامة الوضعية الإدماجي الدولة الجزائرية تمتد جذورها إلى العصر القديم وشعبها من أعرق الشعوب في إفريقيا ومنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط ولها مقومات ساهمت في تقوية الصلة بين سكانها وتتمثل في الإسلام حيث يعتبر أحد مقومات الأساسية لوحدة الشعب الجزائري لأنه عقيدة اعتنقها ولا يزال متمسكا بها والإسلام دين الدولة كما تعتبر اللغتان العربية والأمازيغية لغتان وطنية ورسميتان للدولة الجزائرية حسب المادة الثالثة والرابعة من الدستور ويعتبر التاريخ ووحدة المصير مقوم هام حيث يشترك الشعب في ماضيه وحاضره لذا يعمل السكان على التماسك أكثر رغم اختلاف العادات والتقاليد بين الجهات وأخرى إلا أنها تساهم في التنوع الثقافي وبالتالي فالمقومات الوطنية ثابتة وتعبر عن هوية الشعب الجزائري وأصارته عبر العصور والأجيال النموذج الثاني القضاء هو جهاز إداري يخضع لإشراف وزارة العدل ينحصر دوره في إصدار الأحكام القضائية رئيس الجمهورية هو المسؤول الأول في الدولة الجزائرية وفي دول أخرى أيضا يمثل الشعب الذي انتخبه ويسهر على الحفاظ على الدولة وتنميتها ثانيا التمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ويثبت الجنسية الجزائرية للأب والأم أن يدين بالإسلام وضعية الثانية معرفتها الجواب هذا معرفش تاوش دقيقة بقى نشوف السؤال برك باش نجعل باش نعرفه شارعنا نديره اهوش من السؤال هذا سؤال الوضعي النموذة اللي بعده ما هي الشرط التي يجب توفرها في المترشح لعضوية المجلس الشعبي البلدي أو الولائي اهو الله التمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ويثبت الجنسية الجزائرية للأب والأم أن يدين بالإسلام أن يكون عمره أربعون سنة فما أربعون سنة يوم الانتخاب أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية يثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط يثبت إقامته الدائمة بالجزائر دون سواه لمدة عشر سنوات على الأقل قبل إيداع الترشح يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل جولي 1942 يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه ثلاث مظاهر لسيادة الدولة الجزائرية هي المجلس الشعبي الوطني يمثل الغرفة الأولى يتشكل من 42 نائب يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر لمدة خمس سنوات مجلس الأمة يمثل الغرفة الثانية يتشكل من 144 عضو يتم انتخاب ثلثي هذا المجلس عن طريق الاقتراع العام السري الغير المباشر من طرف أعضاء المجلس المحلية وثلث المتبقي يعينهم رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ولكن يتجدد نصف أعضاؤه كل ثلاث سنوات الوضعية الدولة الجزائرية كيان سياسي واجتماعي وإطار جغرافي إذ لها حدود معينة ومساحة تقدر بحوالي مليونين وثلاثمائة وثمانون ألف وسبعمائة وواحد أربعون كم مربع ولها أركان ثابتة تتمثل في الإقليم الجغرافي الذي تمتد عليه والسكان الذين تربط بينهم عدة روابط كاللغة والدين والتاريخ والمصير المشترك والعادات والتقاليد والسلطة السياسية التي تشرف عليها بحيث تتجسد بها السيادة الوطنية ومن مظاهر سيادة الدولة الجزائرية ارتبطها بعلاقات خارجية مع معظم دول العالم ومتعاون معها في إطار المصالح المشتركة والمتبادلة كما أن لبلدنا عملة خاصة بها تسمى الدينار الجزائري ولها جيش وطني منظب ومدرب يحافظ على الأمن ويضبط ويفرض النظام أساس قيام أي دولة هو الأركان والسيادة الوطنية وبلدنا يتحقق فيها الأمران معا المجلس الشعبي البلدي هو هيئة منتخبة من النواب الذين يمثلون سكان البلدية يرأسه أحد الأعضاء باسم رئيس المجلس الشعبي البلدية يختلف عدد الأعضاء باختلاف عدد السكان مدة صلاحيته خمس سنوات المجلس الشعبي الولائي هو هيئة منتخبة من الأعضاء الذين يمثلون سكان الولاية يختلف عدد أعضائه باختلاف عدد سكان الولاية يرأسه المجلس الشعبي الولائي مدة صلاحيته خمس سنوات سؤال الثاني بلوغ 23 سنة على الأقل يوم الانتخاب الجنسية الجزائرية إثبت أداء الخدمة الوطنية أو لفع منها تمتع بالأهلية العقلية تمتع بالحقوق المدنية ألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكابه جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح الغير العمدية الوضعية الثالثة المجلس الشعبي الولائي يقترح على رئيس الجمهورية مشاريع وطنية خطأ المجلس الشعبي البلدي يقوم بالتشريع ومناقشة برنامج الحكومة خطأ المجلس الشعبي الوطني يقوم بالتشريع ومناقشة برنامج الحكومة صحيح مجلس الأمة يمثل الغرفة الثانية في البرلمان وكل أعضائه منتخب خطأ تتكون المجالس الشعبية من ممثلي الشعب الذين يتم اختيارهم بوسطة الانتخابات على المستوى المحلي ينتخب الشعب المجلس الشعبي البلدي في البلديات والمجلس الشعبي الولائي في الولايات وكل منهما يعمل على تحقيق التنمية وخدمة السكان محليا فالمجلس الشعبي البلدي يقوم بإعداد ميزانية البلدية والمصدقة عليها تنفيذ مشاريع محلية لصالح السكان خاصة في مجال السكن والتعليم الابتدائي والتهيئة العمرانية وصيارة الطرق وتنظيم الأسواق والإشراف على الأنشطة الصناعية والفلاحية والحفاظ على نظافة البيئة والمحيط بينما المجلس الشعبي الولائي يبادل بتقديم اقتراحات للوالي في كل ما يتعلق بالشؤون الولاية ويقوم بإعداد مخطط للتنمية على مدى المتوسط ويبين الأهداف والبرامج والوسائل المعبئة من طرف الدولة في إطار مشاريع الدولة والبرامج البلدية للتنمية وبالتالي فكل من المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي يعملون على تحقيق التنمية محليا وخدمة السكان نموذج الأخير الممارسة الفعلية للحقوق تعني حصول الفرد أو المواطن على حقوقه في جميع المجالات بموجب ما ينص عليه الدستور الهوية الوطنية هي كافة العناصر والمكونات والمقويمات التي تشكل الهوية الوطنية المميزة عن الدول الأخرى وتتمثل في اللغة والدين والتاريخ ورموز الصيادة الوطنية والثقافة الاجتماعية الوضعية الثانية أن يبلغ 25 السنة على الأقل يوم الاقتراع أن يكون ذو جنسية جزائرية أن يثبت أداءه للخدمة الوطنية أو الإعفاء منها أن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكابه جناية أو جنح سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح الغير العمدية الممارسة الفعلية للحقوق تعني تأدية الواجبات خطأ مجلس الأمة منتخب لمدة غير محدودة خطأ السلطة التنفيذية تقوم بالتشريع ومناقشة برنامج الحكومة خطأ السلطة القضائية مستقلة وتصدر أحكامها دون ضغوط أو تدخل صحيح المجلس الشعبي الوطني منتخب من سكان كافة الوطن صحيح الوضعية كل الأنظمة الديمقراطية نجد الشعب يمارس فيها حقوقه كاملة والشعب الجزائري من ضمنها حيث يضمن له الدستور الجزائري حقوقه كاملة كل المواطنين الجزائريين سواسية أمام القانون لا تميز بينهم ولا تميز بينهم فلهم الحق كلهم في العمل والسكن والعلاج والتعليم المجاني وتأسيس الجمعيات والنقابات ابدأ الرأي في مختلف القضايا ولا يجوز بأي شكل من الأشكال المساس بحقوقه وللمواطن الحق في الرعاية الصحية والاجتماعية والعيش في بيئة سالمة لا يمكن التذرع بأي ذرعة تمييز يعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي حيث كل المواطنين سواسية في المعاملة وممارسة الحقوق وتعمل مؤسسة الدولة على ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنة في الحقوق والواجبات والمشاركة الفعلية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الشعب يمارس حقوقه فعليا وفق ما يتضمنه الدستور الجزائري الذي ينص على المساواة والعدل وحق المواطنة لكل جزائرين ينعيش في التراب الوطني في الأخير بارك الله فيكم لا تبخلوا علينا بإعجاب وجامل الفيديو كذلك الاشتراك في القناة وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى أهل وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله شكرا